اشتركوا في القناة لمسج البيض بالطماطم وصنع ما يسمى بالبيئام البيض ومطيشة هادان الزوجان اللدان لا يتفرقان ابدا وفي الاخبار الرياضية قد فازت فرقة دوار العجب على فرقة دوار الشلاهبية بستة اهداف نظيفة مقابل هدف وحيد مما اثار غضب الجمهور الشلاهبية وضرب الحكم المسكين على الفه الذي فر هاربا الى دوار العجب الذي تخلى عنه وسلمه لدوار الشلاهبية وان لله وانا اليه راجعون في حديث اخر قامت عصابة متخفية بسرقة دراجة نارية من فئة مئتان وثلاثة وتم القاء القبض على صاحبهاته الفالة الشنية ووجد بحوزته خمسون دراجة اخرى من فئة مئتان وثلاثة وعشرون دراجة اخرى برانية الصنع وعشر دراجات هوائية بدون محرك اي كعبية بشكليت وبسكويت واحد وتمت مصادرة عشرين كيلو جرام من لحم القطط والكلاب المسعورة في مخزون لبيع السوسيت جنب مقهى السلولة ونبرتو المعروفة وصراحة كنت اكل دائما من عنده وكان لذيذا هو 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 وفي الخبر الثقافي وبعد مرور ثلاثين عاما من العمل المتواصلي والعطاء المتميز للفنان المسرحي الكبير المعروف بوالو قامت الجمعية التذكارية بتذكر هذا الاخير لتكرمه تكريمة جيدة حيث قامت بجمعه وطويه واعطائه بعد الورود والشموع وصورا تذكارية بعض الكلمات الجميلة في حقه متمنية له طول العمر والصحة الجيدة بعد ان توفي هذا الاخير وهو راجع الى منزله مفقوسا مسكينا بهدايا وعطايا الجمعية المشكورة الكريمة التي تتذكر الفنانين بعد موتهم بيومين او بعد اسبوعين ونود في الختام ان نبارك لزميننا في الاداءة بمناسبة زواجه للمرة السابعة وفي الاخير نتمنى من الله عز وجل ان تختفي الكمامة وتشرق الابتسامة وشكرا لكم على المتابعة والى اخبار اخرى والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة وبركاته اشتركوا في القناة